هذه أبرز العناوين هناحي التتوج بلقب الكان هدف وحلم بنسبة لي وستأبدل قصارى جهدي للعودة بالكأس إلى المغرب وليد راقراكي يتلقى أسعد خبر عن المنتخب المغربي قبل انطلاق الكان رئيس مرسليا عن شائعات البريمر ليغ هناحي ليس للبيع والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس هناحي التتوج بلقب الكان هدف وحلم بنسبة لي وستأبدل قصارى جهدي للعودة بالكأس إلى المغرب أكد عزدين هناحي لعب المنتخب المغربي بأن هدفه رفقة أصود الأطلس هو التتوج بلقب كأس أمم إفريقيا الكوديفورة 2023 مشيرا إلى أنه سيبدو القصارى جهده للتحقيق ذلك وقال أنحي في تصريح لقناة بأن سبورت القطرية بالنسبة لي الفوز باللقب الإفريقي هو حلم وهدف في نفس الوقت وتابع لقد ترى رعت في حي شعبي وكلما كان المنتخب الوطني يخد كأس إفريقيا مثلا كنت أنا وأقراني نتابع مباريته في المقاهية وكلنا حماس بأن يفوز باللقب وصل أنا لم أعيش بعد فرحة فوز المغرب باللقب الإفريقي أو على الأقل وصوله إلى نصف نهائي التتوج باللقب في الكوديفور هو بالنسبة لي هدف وحلم وأتم حدثه بالقول الآن بما أنني أحمل ألوان بلادي فإنني سأبدل قصر جهدي للعودة بالكأس إلى المغرب كما أن النسخة المقبلة ستقام في بلدي وستكون فرصتنا للفوز بها للمرات الثانية على التوالي وليد راقراكيا تلقى أصعد خبر عن المنتخب المغربي قبل انطلاق الكان تنفس الناخب الوطني وليد راقراكيا الصعادة بعدما أكدت الفعوصات الطبية التي خضع لها التولاتية سوفينا مرابط ورومان سيس وحكيم زياش جاهزيتهم للمشاركة في مبارية الفريق الوطني برسم دور المجموعات لنهائية كأس الأمم الأفريقية التي ستحتضنها الكوديفور انطلاقا من غد السبت وإلى غاية الحدي عشر من فبراير القادم وكشف مصدر من معسكر الأسود حسب جريدة الأحداث المغربية أن بودو كريستوف طبيب الفريق الوطني أخضع اللاعبين الثلاثة الفحوصات طبية جديدة أظهرت شفاء رومان سيس بشكل تام من تبعات الالتواء في الكحل الذي تعرض له يوم العشرين من دجمبر الماضي وكذلك الشأن بالنسبة لحكيم زياش الذي تعف من إصابات عضلية خفيفة تعرض لها يوم التاسع والعشرين من دجمبر المنصر وبخصوص الفحوصات التي خضع لها سوفينا مرابطة أوضح ذات المصدر أنها جاءت للإطمئنان على تعافيه من إصابة قديمة على مستوى الظهر تعرض لها خلال مشاركته مع الأسود في مونديا القطر 2022 وعودت ألامها الظهور في عدة مرات في الشهور الماضية مما أبعده عن عدد من مبارية فريقه مونشستر يونايتد رئيس مارسيليا عن شائعات البريمير ليك أونحي ليس للبيع تحدث ببابلو لونغوريا رئيس نادي مارسيليا عن مستقبل المغرب عزد أونحي والذي يرتبط اسمه مؤخرا بالانتقال إلى برينتفورد وقال لونغوريا ما أزال أتحل بالإيجابية بشأن السوق الانتقالات نعمل على احتمالات مختلفة وخاصة في مركز الضهر الأيسر هذا المركز يمثل أولوية لعملية بحث النادي في الوقت الراهن وبالنظر إلى الشائعات حول مستقبل التنائي أونحي وبوبغاي وارتباطهما بالانتقال لأنديات إنجليزية وفرنسية قال يمتلكان موقفا مختلفا تماما قرأت الشائعات حول أونحي ولكنه ليس للبيع هو لاعب قدم مستوية جيدة للغاية في الأسبوع الأخيرة دولي والمغربي السابق يدعم الأسود والرقراجي قبل انطلاق كأس إفريقيا بطريقة خاصة عمد الدولي والمغربي السابق يوصف المختاري إلى تقديم الدعم على عناصر المنتخب الوطني والمدرب والدرقراجي قبل مشاركتهم في نهاية كأس أمم إفريقيا المقررة بالكودفور ووجه الدولي السابق رسالة مؤثرة للعبين عبر مقطع فيديو قصير وقام المختاري بتوجه رسالة تحفيزية للاعبين مطالبا إياهم بضررة التتوجب اللقب الإفريقي وأكد اللاعب المغربي السابق في رسالتها معكم يوسف المختاري لقد حان وقتنا السنة 2024 لنتوجب لقب كأس إفريقيا لأن كل المغرب معكم وعبر اللاعب السابق للأصود عن دعمه لوليد رقراكي مدرب المنتخب الوطني في العرس الإفريقي يوسف شيبو كأس أمم إفريقيا تختلف عن المونديال اعتبر يوسف شيبو نجم منتخب المغرب في أواخر التسعينات من القارن الماضي وبداية الألفية الحالية اعتبر القائمة المستدعات لخوض بطولة كأس أمم إفريقيا بالصاحل العاج متوازنة نظرا لضمها الركائز الأساسية لمنتخب المغرب فضلا عن عناصر شب برزت برفقة أنديتها الأوروبية وأيضا برفقة المنتخب الأولمبي وقال يوسف شيبو في حوار مع موقع العربي الجديد إن استبعد أسماء كبيرة خيار منطقي لخوض كأس أمم إفريقيا طالما أن هناك دائما تجديدا من أجل دخ دماء جديدة عبر ضم لاعبين واحدين ودمجهم في أصحاب الخبراء ووضح شيبو الذي يعمل حاليا محللا بقنوات بإنسبورت القطرية أن حدود منتخب المغرب في الضفر بلقب كأس أمم إفريقيا متساوية مع عدد من المنتخبات القوية مثل مصر والجزائر والتونس والسينيغال والسحيل العج والكاميرون ونيجيريا وتبع شيبو قائلا صحيح أن منتخب المغرب حقق إنجزا باهرا في بطولة كأس العالم بقطر بحلوله في المركز الرابع لكن يبقى ذلك جزءا من الماضي وعليه التركيز على ما هو قادم طالما أن المونديل يختلف عن كأس إفريقيا وهو أمر ينبغي أن تدركه الجماهير المغربية فهناك ملاعب أجواء مختلفة في إفريقيا عن المونديل وأيضا منافسون مختلفون لهذا ينبغي التأقلم بسرعة مع كل هذه الصعوبات واعترف يوسف شيبو بأن الضغط سيكون على منتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا بعد إنجازه الكبير في مونديل قطر 2022 ذلك أن جميع المنتخبات ستحضر له بجدية كبيرة وستكون أشرص وأكثر ندية حين تواجه منتخب أسود الأطلس بغرض الفوز عليها وأضف شيبو قائلا أظن أن المنتخب المغرب يدرك هذا الأمر لهذا ينبغي أن يفرض أسلوب لعبها ويخلق أكبر عدد من الفرص وأن يحرز الأهداف ولا أظن أن الأمر سيكون سهلا على منتخبات فرقية تلعب على المرتدات الخاطفة ولن تكون هناك مساحات لكن هناك مدرب يعرف أشياء كثيرة عن الكرة الأفريقية سواء كلاعب مع منتخب المغرب سابقا أو كمدرب عندما درب لويد درياضي قبل سنتين وحبر الصعوبات التي يمكن أن تواجه المنتخبات العربية في كأس أفريقيا أكد يوسف شيبو أنها تتمثل في الأجواء غير المعتادة مثل ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة على اعتبار أن غالبية لاعب منتخبات المغرب والجزائر وتونس من مولد أوروبا والترارع فيها بينما أجواء أفريقيا مختلفة وبالتالي يجب التأقلم بسرعة من أجل الذهب بعيدا في هذه البطولة الأفريقية وفي معرض رده على سؤال حول نظام اللاعب الذي من المنتظر أن يعتمده المدرب وليد راقراقي في كأس أفريقيا رد يوسف شيبو أن المسألة مختلفة تماما عن موندي القطر حيث كان منتخب المغرب في مجموعة صعبة بوجود منتخبات كبار لهذا اعتمد منتخب المغرب على المرتدات الخاطفة بينما سيجاء المدرب وليد راقراقي إلى أسلب مختلف في نسخة الصحي للعاج لكأس أفريقيا موسيقى